العنجل الذي أشرنا له قبل قليل حيث أعلنت كتائب القسام أن منفذ عملية مستوطنة أرائيل في الضفة الغربية هو أحد مقاتليها وقالت كتائب القسام في بيان أن أحد مقاتليها باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرائيل فأصابت تسعة جراح ثلاثة منهم حرجة كما قالت أن ما وصفتها بالحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قرارتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها للمتابعة معنا الآن في الستوديو العقيد الرقم الحاتم كريم الفلاحي الخبير العسكري والاستراتيجي نرحب بك العقيد الفلاحي ونقرأ سويا ما تم الكشف عنه من ملابسة هذه العملية وتفاصيلها وما أعلنته أيضا كتائب القسام من مباغتة منفذ العملية للجنود الإسرائيليين حتى تم الوصول إلى الهدف من هذه العملية قراءة في الأبعاد العسكرية نعم حقيقة لكي نضع الخبر في سياقه الصحيح يمكن أن نقول بأن هذه العملية هي ليست فعل وإنما هي ردة فعل على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو سواء في قطاع غزة خصوصا مع وجود شباب متحمس وهو يرى هذه الجرائم التي تنفذ ليلة نهار بلا انقطاع من قبل الجيش الإسرائيلي الأمر الآخر بأن فتح مجال هذه العمليات من قبل فصائل المقاومة خلال الفترة الماضية بسبب الإصرار الاحتلال على ارتكاب الجرائم ضد المدنيين يعتبر تطور وسنشهد خلال هذه الفترة والفترة القادمة تطور وتصاعد كبير جدا في وطيرة هذه العمليات من حيث الكم ومن حيث النوع بحيث أن إذا ما جئنا إلى هذه العمليات نجد بأنها أخذت أنساق متعددة منها عمليات الدهس المباشر منها عمليات التلغيم منها عمليات التفجير بالإضافة إلى عملية استخدام الأسلحة وعملية الإطلاق النار المباشر أو بالإضافة إلى عملية الطعن التي تجري من خلال السكاكين وغيرها هذه العمليات حقيقة هي مقلقة بشكل كبير لجيش الاحتلال لماذا هي مقلقة في تقديرك؟ نعم أسباب القلق حقيقة لأنه من الصعوبة جدا على الأجهزة الأمنية أن تقوم بمراقبة جميع الأشخاص الذين يتنقلون أو يتواجدون بالقرب من المستوطنين في هذه المناطق بحيث هناك صعوبة جدا يعني هذا فشل أمني كبير رغم الاستنفار رغم الإمكانيات والقدرات الكبيرة جدا للأجهزة الأمنية لقوات الاحتلال رغم الضغط الشديد طوال هذه الفترة والإطباق الأمني الذي يمارس على جميع المناطق خاصة أنها لم تحدث في أي منطقة هذه مستوطنة الوضع فيها الأمن معقد جدا بحسب وصفة المراقبين أيضا نعم خصوصا وأنها تجري في منطقة مغلقة بالنسبة لهم على الاعتبار أنها مستوطنة ولا يسكنها إلا المستوطنين ولكن مع هذا نقول بأن نجاح فصائل المقاومة في الوصول إلى هذه الأماكن والقيام بهذه العمليات هو تطور نوعي كبير جدا فيه مثل هذه العمليات التي تنفذ فلذلك من الصعوبة جدا على الأجهزة الأمنية أن تقوم بالسيطرة على مثل هذه العمليات يعني الآن بدأت الأصوات ترتفع في الداخل الإسرائيلي في مسألة بأنه الدولة غير قادرة على حفظ الأمن لا من خارج الحدود ولا في الداخل وهذه مشكلة حقيقية فقدان الأمن في الداخل يسبب مشاكل داخلية كبيرة جدا ما وصفته بالنجاح نجاح هذه العملية ما هو مرده هل همت الشباب وحماسهم فقط أم تكتيك هذه العملية تكتيك المسبق ربما والاستراتيجية المتبعة قبل تنفيذها وما بعد نعم لا شك بأن تنفيذ هذه العمليات يتطلب تخطيط دقيق علما بأن التنفيذ قد يكون سهل جدا يعني في عملية مثلا الطعن أو عملية الدهس من خلال العجلات أو من خلال وضع سلاح في مكان مخفي ثم بعد ذلك إخراج هذا السلاح واستخدامه يعني الآن عندما بدأت هذه العملية قالوا بأن هناك شخص آخر قام بمساعدته الآن تبين بأنه لا يوجد إلا شخص واحد لأنه من الصعوبة أنك تقوم بقيادة عجلة واستخدام السلاح في آن واحد وهذا يتطلب مهارة كبيرة جدا في عملية التنفيذ الأمر الآخر بأن هذه العمليات لا تحتاج إلى جهود كبيرة جدا بحيث يمكن من خلال عملية الحركة أو التخطيط أو عملية تهيئة المواد بأنه تكون هناك عملية كشف لمثل هذه العمليات وإنما يقوم بها شخص واحد أو شخصين وهي عبارة عن ذئاب تسمى بالذئاب المنفردة أو الإنغماسيين الذي يقوم بأخذ السلاح والإنغماس في منطقة معينة ثم يشتبك مع القوات المتواجدة ويستطيع أن يقتل ويجرح العديد من عندما نتكلم لا نتكلم عن تسعة أشخاص ثلاثة منهم حالتهم حرجة نعم لو غصنا في تفاصيل هذه العملية القسام تقول وأيضا الجيش الإسرائيلي في بيانات عسكرية بأن تم استهداف حافلة وأيضا تمت مباغتة دورية للجنود المنافذ العملية أيضا دخل إلى هذه المنطقة بسلاح أوتوماتيكي وتمكن من استخدامه بعد عملية المباغتة نعم هنا حقيقة الفشل كبير جدا عندما تفشل أجهزة الأمن في الكشف عن هذا السلاح أو في كيفية دخول هذا الشاب اللي اسمه سامر محمد أحمد حسين إلى هذه المستوطنة بدون أن يكشف من قبل قوات الاحتلال إذن هناك فشل أمني حقيقي في هذا الجانب الأمر الآخر عندما يستطيع أن يدخل هذا السلاح أيضا هو تطور في أساليب المقاومة في عملية الدخول والوصول إلى أماكن حساسة ومناطق مهمة الأمر الآخر بأنه استخدم ثلاثة مخازن للعتاد وهذا يعني بأن عملية المواجهة كانت أولا أخذت وقت الأمر الآخر كانت طويلة نعم كانت طويلة مع قوات الاحتلال الأمر الأول بأنه استهدف الحافلة ثم بعد ذلك دورية أخرى أيضا قد تكون حاولت أن تتدخل في المشهد فقام بالمواجهة معها لغير العارفين بنوعية هذا السلاح المستخدم ماذا يمكن أن ينقل نعم حقيقة أدني الأسلحة دائما تكون أسلحة خفيفة يعني قد يكون كلاشينكوف أو أي سلاح آخر أو تكون غدارات ولكن بشكل عام أعتقد بأن المقاومة من ضمن أسلحة هي كلاشينكوف التي يمكن أن تتوفر بشكل كبير جدا في المنطقة ويمكن استخدامها أيضا ويمكن إخفاها بسهولة خصوصا إذا ما تم نزع الأخمص الخشبي أو إذا كانت هي أصلا مطوية أو تسمى نصف بندقية بحيث يمكن أن يطوى التي يطوى البندقية إلى الأسفل من خلال الحديد ويمكن إدخالها بحيث تكون صغيرة الحجم وبذلك أنا أعتقد في كل الأحوال هو نجح في إدخال هذا السلاح مهما كان هذا السلاح سواء كان كلاشينكوف أو أي سلاح آخر عملية الدخول إلى هذه المنطقة واستخدام السلاح والمواجهة واستمرار المواجهة من الحافلة إلى استهداف دولية هو في حد ذاته هو إشكال كبير جدا لقوات الاحتلال بعدم القدرة على السيطرة مثل هذه العمليات مهما امتلكوا من إمكانيات ومن تقنيات ومن أجهزة أمنية تحاول أن توقف مثل هذه العمليات لا إمدى يمكن القول اليوم بأن كتائب القسام نجحت في إيصال رسالتها إلى الداخل الإسرائيلي نعم هذه ليست العملية الوحيدة يعني في الفترة الباضية شهدنا العديد من العمليات في الخليل كانت هناك أيضا عملية باتجاه أيضا سيارة كانت تقل عدد من الضباط أيضا كانت بهذا الترتيب والدليل على هذا بأنه النجاح هو ليس الأول في هذا المجال وأنا في تقديري بأن مثل هذه العمليات لن تتوقف على العكس ستشهد ارتفاع كبير جدا في وطيرتها خلال الفترة المقبلة خصوصا وأن جرائم الاحتلال لم تتوقف التي بدأ الآن يتفنن في مسألة الجرائم من عملية التجويع إلى عملية القتل المباشر إلى عملية منع الدواء ومنع الغداء ومنع الوقود وما إلى ذلك من جرائم أخرى ترتكب في الداخل الفلسطين ولكن معها أيضا سيزداد الإطباق الأمني واستزداد الإجراءات الأمنية الصعوبة وحملات التحريض على الضفة الغربية وعلى الاقتحامات والاعتقالات أيضا في المقابل نعم حقيقة هذه دائما تسوق بهذه الطريقة يعني من يسمع هذا الكلام كأنما الضفة الغربية كأنما كتعيش في سويسرا أو في بلد أجنبي آخر من أوروبا البلد أصلا هي الضفة الغربية هي إطباق الأمن هو سيد الموقف فيها حقيقة يعني قد يكون الضغط الشديد الذي تتعرض له الضفة الغربية هو جزء من هذه العمليات التي بدأت تنفذ الآن على جيش الاحتلال بسبب التضييق الأمني وبسبب التجديد الأمني والإطباق على هذه المناطق واستخدام عملية الاعتقالات والمداهمات وتخريب الطرق وتخريب البنى التحتية هذا كله حاصل في الضفة الغربية بحيث الآن جيش الاحتلال يستطيع أن يدخل إلى أي منطقة من المناطق حتى التي تخضع إلى سيطرة السلطة الفلسطينية ويقوم بعملية الاعتقال ويقوم بعملية التخريب على ما يريد هذه هي الحقيقة المتواجدة في الضفة الغربية العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي ابقى معنا